أستاذ إيمان من القاهرة تتفضل؟ أستاذ إيمان ألو ألو أهلا وسائل تفضلي أستاذ إيمان ألو أهلا وسائل تفضلي ألو حضرتك سمعني أهلا سامح حضرتك كويس تفضلي أستاذ إيمان أنا أعز حضرتك سؤال بس أنا متجوزة كنت متجوزة بقالي 15 سنة ودلوقتي أنا مطلقة أو رفعت علي قرية خلعه واتطلقت فدلوقتي هو حرمني من العيال طبيعي معي ثلاث أولاد بنتين وولد أنت عندهم كم سنة؟ بنت 15 وبنت 12 وولد 9 سنين طيب هو إزاي حرمك منهم وهم أصلا في فتح حضانة وأنت تنزلتي عن حضانتهم؟ ما تنزلتش عن أي حاجة خالص أنا ولا كنت عايزة أطلق يعني أنا ما كنتش موصلة لموضوع للطلاق بس عمل لي انزلتها ودخل لي المحكمة وبهدلة خلاصة أن حضيك عملتي خلع فأنت مختلع الآن خلاص أنت عملتي خلع وخلاص لأنه ماشاني من البيت كده ماشاني قراشني من البيت أه يعني هو إخراجك من البيت إخراجك من البيت وخلى الأولاد معاه ومناعك أنه تكفيه وخلى الأولاد معاه طيب إيه سؤالك بقى؟ أنا دلوقتي بس أعمل إيه أنا مش عارفة ومش عايزة أبهدر العيل في المحكمة والعايزة أطفع عضية في المحكمة للعيال أعمل إيه ما هو دلوقتي هو خلاص هو ابتدى واضح أنه هو أنت بتقول لي ما كنتش عايزة تطلق وبعدين هو رفع عليك يضيط يعني أنا ما كنتش موصلة لموضوع للطلاق يعني أنا أسلان بلدك صمع أنا مشاكل وتعب وأخضب شوية وارجع أخضب شوية وأرجع كان مول كده يعني هو هو صعب شوية في المعاه أستاذ أيمن إسمعيني اللي أسمعتي أستاذ أيمن إسمعيني طيال المراتي خلاص ولو قال له لا خلاص إحنا مش عايزين هتخش ي LD AZ اخذ العيال استاذ زيمان استامعيني لو سمحت بعد اذن حضرتك انت الحمد لله انت موصلتش الامر للتراق انت فعلا تطلقت نفسك من امرت طلقت اه حلو فحضرتك بتقوليلي انا ما كنتش موصلة الامر للتراق ازاي حضرتك انا لا، مواعدة استمعيني لو سمحت يا اخر استاذ زيمان بعد اذن حضرتك اتسامعيني بس عشان ما تقعدjay ان تقولي نفسك بعض الكلام اللي ممكن يكون مؤثر على حل مشكلتك انت هو رفع عليك قضية طاعة فانفعلتي فروحتي رفع علي قضية خلع واستخدمتي اشياء كثيرة جدا جدا في الطعن فيه عشان القاضي يخلعك منه ولابد ان يكون عشان يحصل قضية الخلع لابد ان انت تكونوا روحته وجلسته في محكمة الاسرة واصريتي على الخلع فخلاص انت دلوقتي خلاص احنا دلوقتي فيه قضية خلع وواضح ان قضية الخلع لم تكن كده بهدوء وبسلام واضح ان دلوقتي بينكم مشاكل ايه اللي واضح دلوقتي لو انت فعلا عايز اولادك في التو واللحظة انت ما قدمكيش غير انك انت تفعي امرك للقاضي لان واضح ان زوج حضرتك بيعقبك بهذا وده حرام بالمناسبة ده حرام انه يمنعك من ولادك اللي هم يكونوا في حضنتك فان هو يمنعك منهم فده حرام حرام وعلى فكرة وحرام كذلك الزوجة تمنع الاولاد اللي في حضنتها من ان ابوه يشوفهم ده حرام وده حرام اما وان هو بيعمل هذا الحرام اللي معاك ده فما فيش سبيل غير انك انت تاخدي الحق ده عن طريق سيادة القانون ليه طيب ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن طيب اقول لحضنتك كده ليه لان حضنتك اعتظل تتشكي وبتقولي انا مش عايز ادخل اولاد المحكمة هم خلاص عرفوا ان امهم تم طلقها عبر المحكمة ما تمش طلقها عبر التراضي بنا وبين زوجها احنا بنقول ايه بقى عشان ما يبقاش انا طول الوقت اولادي بيعيد عني وقد يكون هم محتاجين اليه وهم بيعيد عني في التربية اما وإلا بقى ان انت تفهمي تصرف زوج حضنتك بطريقة تانية تفهمي تصرف زوجك على ان هو بيعمل ايه بيحاول يفتح باب ويضغط عليك عشان ترجعي له فلازم انت في ساعتها بقى تروحي وتفكري بقى هل رجوعك اليه ده في مصلحتك وفي مصلحة الاولاد وفي مصلحة زوجك طب اذا ومصلحة خليك فانت تسأله ببساطة خالص المسألة ببساطة خالص ان انت هتعملي ايه هتدرسي جدوى الرجوع اليه يعني تحسبي كده مصالح ان انت ترجعي اليه ومفاسد ان انت ترجعي اليه لان واضح ان الضغط ده بما انك انت بتقولي ان هو ما كانش عايز تطلق والدليل على زيك ان احنا وصلنا الى الخلق الا اذا كان الخلاف على مسائل المالية فايه اللي حاصل فتعوضي كده مع نفسك وتروحي تستشيري مستشار محترم وتسأليه انا دلوقتي الصفات اللي كانت بتحصل والحالة الزوجية عندي كذا 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 لو عارض علي زوجي انا اعود ده مناسب ليه او مش مناسب هو ده اللي انا بقوله حظيك ليه لانه هو محتبس الاولاد اما بيحتبس الاولاد ده انت قاما او بيحبس الاولاد عشان يضرط عليك عشان ترجعي له فانت لازم يقول اللي يحصل تكوني جاهزة بالسيناريوهين الاولاني احنا محتاجين ان احنا نروح لسيادة القانون ده والتاني محتاجين ان احنا قبل ما يعرض عنينا الامر ده ان احنا ندرس الامر ده لان الله سبحانه وتعالى يقول بل الانسان يعني نفسي ايه بصير فانت لازم تكوني بصيرة على حالك يبقى انت لازم تشوفي ايه حالك شكله ايه انت بالنسبة لك العودة لهذا الزوج اذا طلب منك ده هيكون بالنسبة لك احسن طيب هيكون بالنسبة لك احسن ليه من ناحية الاخلاقية من ناحية الانسانية من ناحية لم شامل الاسرة من ناحية الاتزان النفسي وده بلا شك ممكن يبقى فيه جملة من الشروط عشان نتجنب ان احنا نكون في نفس الاخطاء اللي كانت قبل كده